اشتركوا في القناة طريقة التحضير للقطر نخلط في طنجرة صغيرة السكر مع الماء ونحرك قليلا نضع الطنجرة على نار متوسطة حتى يغلي المزيج نخفف النار ونتركه يغلي لمدة دقيقة ثم نضيف الليمون مع التحريك ونتابع الغلي لدقيقة أخرى مع التحريك لأصابع البقلاوة نفرد رقاقة عجين ونضع السيخ في منتصفها بشكل عرضي ثم نطوي الرقاقة على منتصفها ونضع عليها ملعقة طعام من الفستق ثم نبرمها بمساعدة السيخ بشكل أسطواني رفيع ونسحب السيخ نكرر العملية حتى تنتهي رقاقات العجين نقطع اللفافات إلى قطع بطول 2 سنتيمتر وننقلها إلى صينية فرن ثم ندهنها بالسمنة ونخبزها في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 160 مئوية مدة 30 دقيقة حتى تصبح بلون ذهبي نخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها القطر الساخن على اللفافات ونقدمها لمزيداً من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر